موسيقى ضمن أشواط المساء ضمن أشواط المنافسة الحية حيث نشاهد محضراتكم سويا ما يدور من تحدي وتنافس بين هذه الشعارات اختيار الأخوة الملاك والمضامرين في انطلاق هذه الأمسية بمشاركة هذه السباقات ومشاركة كذلك هذه الأنواع إلى مقدمة الشعوط إلى الصدارة والمقدمة حيث نسير مع الزمول في هذه اللحظة وسيطرة من البداية سيطرة من شاهين التابع لهجن الرئاسة يتقدم بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي على استطلاع ناموسي هذا الشعوط بينما المركز الثاني من الجانب الآخر أيضا يأتي شاهين لهجن العاصبة غياث ليلالي في تضميره أنتقل إلى مركز الثالث والرابع والخامس لنقدم ويقدم لنا هجن الرئاسة بشعارها المعروف هملول وهملول وهملول يأتي المضمر والمتابع علي بن ميل الوهيبي في متابعته هذا الشعار بمنافسة شيقة وعملاقة يتكلم من خلالها كل العشاقة والجماهير بما يدور مع هذا الشعار من تنافس وانتزاعا للرموز المركز السادس الآن ندوء نواجه لحظات وصول المتعب تعود ملكية اسمه شيخ محمد بن دياب بن سيفال نهيان يأتي الصادق من فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب المركز السابع الآن يصل الأسد التابع لهجنة الرياسة بينما في تضميره حمد بن سعد بن قذلة الحبابي يتقدم في هذه الأثناء ليصل إلى المركز السابع المركز الثامن شاهين لهجنة الرياسة بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون لميري تاسعا يصل شاهين لهجنة الرياسة ويأتي سلطان بن محمد الوهيبي في التضمير المركز العاشر يتقدم شاهين تعود ملكية الهجن الرياسة بينما التضميره وتدريب لأتي هنا محمد بن عتيج بن زيتون الامهيري هكذا هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في هذا اللقاء في هذا التنافس في هذا التحدي هذه لحظات وصولا مشاهدين الكراب بعدما انتقدمنا بعد نهاية الاثنين كيلومتر في منافسة في أداء كبير عودة إلى هملول المسيطر على ناموسي هذا الشوط ها هو هملول في أمامكم على شاشة التلفزيون يتخطى الجميع نحو الصدارة لهجنة الرياسة لمتابعة في التضمير علي بن يميل الوهيبي محتلاً للمركز الأول كذلك يليه في ثاني المراكز هملول لهجن الرياسة ياتي في التضمير علي بن يميل الوهيبي ثالثاً هملول لهجن الرياسة أيضاً علي بن يميل الوهيبي دعماً كبيراً من هجن الرياسة لهذه الرياضة العربية الأصيلة عطاء يتجدد عطاء لا يهدى أبداً لهجن الرياسة النقل إلى المركز الرابع الأسد هنا التابع أيضاً لمؤسسة هجن الرياسة بقيادة حمد بن سعد بن قذلة الحبابي يتقدم إلى المركز الرابع شاهين لهجن الرياسة ياتي على خامس المراكز مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي المركز السادس يصل شاهين التابع لهجن العاصفة غياث الهلالي في تضميره ومتابعته في المركز السادس المركز السابع الآن وصول مشاهدين الكرام من قبل متعب لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل الهيان ياتي في التضمير الصادق من فضل الأمين هذه سبعة أسماء راحت مشاهدين الكرام إلى توافق هذا النداء إلى مقدمة الشوط مجموعة حديدية منذ بداية هذا الشوط تبدأ باستمرارية اندفاعها وتقدمها على موقع الصدارة المركز الثامن نتابع الآن في هذه اللحظة شاهين لهجن الرئاسة ياتي على المركز الثامن بقيادة السلطان بن محمد الويهبي المركز التاسع شاهين لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهري مضمراً المركز العاشر شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي متابعاً هذه العشرة الأسماء اللي حضرت مع نداءنا الثاني خلف العشر هناك أسماء قلة في المشاركة لكن أسماء عملاقة يعني خاضت تجارب قبل هذا الشوط خاضت تجارب يعني فيه موسمية من الموسم الماضي واللي قبلها واللي قبلها يعني حصلت على كل الجوائز النقدية والعينية والرموز ولها مشاركات فعلياً في ميادين السباق عموماً على كل حال نعود إلى الصدارة والمقدمة ولا زالت هناك مع هذه اللحظة الشعار الحمر مروا عبر بثلاثية إلى المقدمة لكن تظل التحديات هي العملاقة الله هملول الان على القائمة هملول على قائمة الشرف لهذا الشوط هملول لهجن الرئاسة بينما في التضمير علي بن جميل الوهيبي الظافر يقدم هذه الأسماء المركز الثاني أيضاً هملول هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير والتدريب المركز الثالث يصل إلى أسد التابع أيضاً لهجن الرئاسة بينما في التضمير يأتي حمد بن سعد بن قدل الاحبابي والمركز الرابع أنتقل إلى الحمر الخطر بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي ها هو هملول يتخطى كذلك كل هذه العقبات نحو تصدر مجموعة هذا الشوط مجموعة تعتبر حديدية اندفاع من ضمن هذا الشوط هذه الرباعية المركز الخامس شاهين هجن الرئاسة يأتي المضمر سلطان بن محمد الوهيبي العملاق يقدم كذلك مشاركة رسمية ومشاركة فعالة في ميادين السباق سادسا يصل متعب لسموه شيخ محمد بن دياب بن سيفانهيان يضمره ويتابعه الصادق بن فضل الأمين هذه الآن أمامكم الأسماء الست المراكز الأولى التي تخطت حتى هذه اللحظات حاجز الانطلاق الأول المركز السابع شاهين هجن شاهين هجن العاصفة ولكن وصل شاهين هجن الرئاسة شاهين هجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي المركز السابع المركز الثامن شاهين هجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون لمهيري المركز التاسع هملول هجن الرئاسة وفي التضمير هنا علي بن يمين لويبي المركز العاشر شاهين هجن الرئاسة بين محمد بن عتيج بن زيتون لمهيري في عملية تضمير وتدريب مشاهدين الكرام هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى يسير من خلالها الشعار الحمر بالتفوق بتعداد الكبير بكمه كيف بكمه كيف يتقدم إلى المركز الأول يقود هملول في صراعه أو الأسد الآن حصل تغيير على مقدمة الشوط الآن الأسد يخطط أن يلتهم نموسي هذا الشوط في هذه الفترة المسائية ها هو الأسد الهجن الرياسة وفي قيادة حمد بن سعد بن قذلة الحبابي لا يزال على مقدمة الشوط جواب الأسد 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 هناك ملتح من صدارة هذا الشوط بينما المركز الثاني المركز الثاني هملول هجن الرياسة يأتي في التضمير يأتي في عملية تضمير وتدريب علي بني ميل الوهيبي المركز الثالث أيضا هملول لهجن الرياسة هنا كذلك علي بن يميل الوهيبي المركز الرابع كذلك هملول هجن الرياسة في التضمير والتدريب هنا يأتي علي بن جميل الوهيبي المركز الخامس وصلنا الآن إلى شاهين التابع لهجن الرياسة مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي بين المركز السادس أيضا شاهين لهجن الرياسة وفي تضميره وتدريبه كذلك في التدريب سلطان بن محمد الوهيبي المركز المركز الثامن الثامن الله المركز السابع المركز السابع أشوف وهو التابع كذلك شاهين هجن الرئاسة وبالتضمير محمد بن عتيق من زيتون المهيري المركز الثامن شاهين هجن العاصفة غياث الهلالي في تضميره تاسع المراكز وصل المتعب لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفالنيان لكن ينضم شاهين إلى ركب المقدمة إلى ركب التنافس لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري والمركز العاشر شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي في تضميره هذه النتيجة للمراكز إلى المراكز العشرة المتقدمة حتى هذه اللحظة أيها المشاهدين الأكارم لكن عودة إلى مقدمة الشوط عودة إلى المركز الأول لا زال الأسد في القائمة لا زال الأسد في القمة ها هو أمامكم الأسد يقود كل هذه الشعارات يقود كل هذه الأسماء تخطي نهاية يحمل شعاري هجن الرئاسة مع المضمن حمد بن سعد بن قذلة الحبابي مسيطر مسيطر على مقدمة الشوط بينما المتابعة من هملول وهملول لهجن الرئاسة يأتي في عملية التضمير والتدريب علي بن يميل الوهيبي لكن خلاص دخلنا في الكيلو الأخير الكيلو الأخير يقرعوا بواب الانتصار والنواميس أملول لهجن الرئاسة ثانيا أملول لهجن الرئاسة ثالثا أملول لهجن الرئاسة رابعا بقيادة علي بن يميل الوهيبي والفرادة من الأسد 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 مسيطر سيطر كامل حتى اللحظة ها هو الأسد لهجن الرئاسة وبقيادة من حمد بن سعد بن قذلة الحبابي قبل فترة وجيزة كان حاضرا في ميدان المرموم وحقق الانتصار والمركز الأول حذاري يا بن قذلة تحذر الجماعة يا يينك أخوانك المضمرين قادمون الأسد مسيطر الأسد مسيطر ملتهم حتى هذه اللحظات المركز الأول لكن حذاري شوف الجماعة القادمين مع العملاق هنا شاهين هجن الرئاسة ياتي في المركز الثاني آه هو شاهين هجن الرئاسة هجن الرئاسة المركز الثالث هملول هجن الرئاسة ماشاء الله أربع مضمرين في هذه اللحظة بالمركز الاول والثاني والثالث والرابع الرياسة والرياسة والحمر الخطر ولكن الاسد شاهين الاسد العملاق يتصدب الاسد رزال مسيطر ولكن شاهين اجن الرياسة مع الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي يخطف ناموس هذا الشوط في اللحظات الأخيرة في اللحظات الأخيرة تانينا لهجن الرياسة المركز الثاني الأسد لهجن الرياسة هاملول في المركز الثالث لهجن الرياسة شاهين في المركز الرابع أيضا لهجن الرياسة في المركز الخامس للعاصفة وهجنها هكذا كانت النتيجة امتاعا واستمتاعا لجماهير وعشاقي هذه اليوم لمتابعينا ضمن أشواط الكبار في مساء يجدد التحدي والمنافسة وبين هذه الشعارات 12 دقائق سبعة من ثانية جزئين من الثاني توقيت الزمني أمامك شاهين لهجن الرياسة بغلد سلطان بن محمد الوهيبي المركز الثاني لحظات الوصول شاهين أو الأسد 12 دقيقة سبعة وربعين ثانية سبعة زامن الثاني لهجن الرياسة وللمضمر حمد بن سعد بن قيدل الأحبابي المركز الثالث كان حضورا وتحديا من هاملول لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن يمي الوهيبي 12 دقيقة وواحد وخمسين ثانية وجزء واحد من الثانية اشتركوا في القناة